الشروع لصفحة الاولى العسكري اسحب جنود ويدفع بالامن المركزي وده يعني السيناريو بقى محفوظ اه طبعا سيناريو محفوظ ده ما اعتقدش ان فيه طريق عليه بس الاهرام عندنا طبعا رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مؤتمر صحفي 67% نسبة التصويت للفرزي في الجولة الاولى 68.5% للقوائم والاعادة على 59 مقعد في المحافظات التسعة هم 59 من 60 تقريبا اه تسعة يعني هو مقعد واحد اللي خسن مقعد واحد بس اه اولا البرلمان المقبل ده لو اترسم له سيناريو مضبوط انا اتوقع انه من اقوى البرلمانات في تاريخ مصر لانه حيبقى معبر جدا عن اتجاه الشرع ووضح جدا ان الاسلاميين مكتسحين ووضح جدا لانه كان احد المنشطات من يومين ان الاسلاميون بلا منافس والكتلة المصرية تطارد الوافد يعني الوصيف هما بيتنافسوا عن الوصيف دلوقتي فوضح جدا ان اتجاه الشرع المصري لالاسلاميين سواء كانت جماعة اللي خلق مصرين او حزب الحرية والعدالة او السلافية السؤال دلوقتي هل انتو هتبقوا حاصلين على اغلبية المقاعد وعندوك فرصة انو كتمارسوا الحياة السياسية بعد ما كنتو في الضل ايه اللي ممكن تقدموه راجل الشارع في الفترة المقبلة راجل الشارع من قسم لحدين واحد عايز رغيف العيش والتاني عايز الديمقراطية والحياة السياسية السليمة يعني انت قادر انك تقدم له راجل في العيش ده كويس جدا لان انت بتلعب وعلى فكرة الاسلاميون بارعون في هذا الاتجاه بيلعبوا على وطر الخدمات كويس جدا بالنسبة الراجل الشارع لكن المهم جدا انه هم يوفروله السياق العام اللي ايه اللي يحقق له الراحة من خلال حد معقول للاجر مستوى معيشة افضل حرية عدم كبت لانه كان ده بيمارس عليها على مدار 30 سنة ويمكن قبل كده كمان فالفكر الاسلامي او الفكر المحرك لحزب الحرية والعدالة او السلافيين هو انه هم بقدر الامكان يبقوا قريبين من نبض الشارع مش بس المسألة اللي انه فيه تخوف من انه هم يستمروا في الاتجاه المألوف او المتعرف عليهم فكرة اغلاق الملاه اللالية وفكرة منع الخموط وللاسف احنا بعيدنا تماما عن البرنامج الانتخابي وبتدينا نتكلم في السياحة وفي الاماكن في الهرم وبتدينا نتكلم في اتجاهات تانية مختلفة تماما يمكن لو عرضوا على المواطنين برنامج انتخابي كامل ومتوزن يمكن يبقى الحل اسهل بكتير هو ده الهدف يعني هو ده الهدف في الفترة اللي جاي فانا اتصور ان وصول الاسلاميين لمنطقة مميزة جدا في العمل السياسي ده هيقتضي منهم اكتر ان هم يثبتوا ان هم ممكن يترجموا اقوالهم الى افعال وانا عارف ان هم بنسبة كبيرة جدا ان هم منظمين لدرجة ان هم ممكن يقدوا الدور ده كما ينبغي المهم يبقى فيه تنسيق بينهم وبين بقى الكتلة المصرية اللي بتضم الرموز كويسة جدا انا بثق فيها وعارف انها على مستوى سياسي متميز جدا ارجو ان التنسيق ده هو اللي يخلي البرلمان قوي وفعال تعتقد ان الطيار الاسلامي ممكن يكون فيهم سياسيين بارعين اه اكيد طبعا طبعا ابرز المثال انا بحترم على سبيل المثال مش هلحصل يعني الدكتور عبد منها مفتوح حتى وهو على فكرة انشق عن الجماعة واصبح مرشح محتمل للرئاسة بس فيه بعض العناصل انه هو كان احد الاجنحة الاصلاحية جوه جماعة الاخوان المسلمين وقت مكانت محظورة وكانت كل مواقفه تدل على انه حد مستنير فلا الطيار الاسلامي عندهم بعض الكوادر اللي ممكن تتقن العمل السياسي ويجدوا لعبة التوازنات بس المشكلة اللي احنا هنواجهها او ممكن يعني حنلتقطها شوية انه هتبقى فيه بعض الصفقات اللي هتتم تحت السطح فيه صفقة هتتم ما بين طيار الاسلامي ومجلس العسكري عشان محصلش صدام احنا لحنا استبعد ده السياسة بها كل شيء مباح فيها فيه تحالفات هتتم ما بين الكتلة المصرية وطيار الاسلامي لو حصل تعارض في الاجندات او تعارض في المصالح بينهم من بعض ده هينعكس على الوضع او الحياة السياسية بشكل عام وكده مش هيتم تنقيتها خلص فلازم فيه تنصيق لازم يقع لكل واحد يمشي في اتجاهه وكل واحد يؤثر فيما يقدر انه يقدمه للشارع لكن غير كده ما فيه ولو فيه تحالف يا ريس يكون ظاهر يا ريس شريف سمير رئيس قسم الشؤون العربية بالاهرام الدولي بشكر حضرتك شكرا نفعل مشاهدين استانوا لسه معينا فقرات كتير في نهارك سعيد